ايضا انت جيب سيرة جروزني جروزني دي هتظل برضو مشكلة مش مفهومة ليه الناس قالت لك انت بتسافر انت بتقول الاف الاميال انت بتسافر من موسكو لجروزني تلات ساعات وبعدين ومن جروزني لسان بيس بور اي مدينة هتروحها بعد كده تتروح من الف وسبعمية ل الفين كيلو الاف اه طب انت بتلعب دلوقتي في سان بيترسبورغ ما بتستناش ليه في البلد دي وتسافر منها على البلد اللي فيها المطش اللي بعد كده ليه اللي بيرجعك عشان ترجع تسافر كويس اه اولا لماذا جروزني لماذا جروزني الاتحاد الدولي لما او اللجنة المنظمة الروسية لما حددت المدن جروزني كان المفروض الشيشان تحت عالم الروسيا الاتحادية الروسيا الاتحادية فيها دلوقتي تقريبا حوالي السبعتاشر جمهورية جادة وبعض الحاجات الصغيرة النتوءات الوليدة الصغيرة لكن كل هذه المدن او الدول بوتين قدر يحطها بعد النهار الاتحاد سوفيتي تحت عالم روسيا الاتحادية كان المفروض الشيشان يكون احدى الدول او احدى المدن الروسية اللي مستضيفة المنديال لكن حصل تحفزات عند الحكومة الشيشانية بشأن ثقافة جمهور المنديال انا مش عايز خمور ومع هذا الفيفا صمم لا في مسيرات للشواز الرجل الرمضان قيدر فقال لك مستحيل بوتين رفضها في موسكو وقدر يقنع الفيفا بيها عشان كده فيه كلاش جامد بين وبين هيومون رايتس ووتش وبين بريطانيا على رفض بعض المسائل الحقوقية في المنديال مفيش حاجة اسمها صلاة امار تبقى موجودة مفيش مرهانات مفيش مسيرات للشواز مفيش ده ده في الشيشان وفي بوتين وفي موسكو وهو قال لهم قال لهم احنا مختلف الدول او المدن الروسية مسيحي اسلامي له ثقافة وله تقاليده فرفض كل هذه الامور بقى فيه عداء ظهر فيه مشاكل محمد صلاح بعد كده انما سافر هيكتور كوبر وسافر ايهاب لهيطة ووفد من الاتحاد يعاين المدن المتاحة والمرشحة للاستضافة راحوا جروزني راحوا سان بيترسبرج اللي استضافت مباراة مصر وروسي وراحوا جروزني فجروزني لقوا ثلاث حاجات مهمين جدا النقطة الاولى فندق الاقامة فندق اسمه زاليوكل خمس نجوم موجود بينه وبين الاستاذ بتاع احمد قرينا ده استاذ احمد قرينا ده الرئيس الشيشان السابق احمد خيدروف كان اغتيل فيه اتفجر فجروه ابو رمضان ده على طول فسموا الاستاذ باسمه قرينا يعني استاذ ده استاذ احمد الاستاذ ده الفندق ملاصق ليه اللي توبيس كان بيطلع من الباب ده يدخل للباب ده فكوبر شاف ان ده معسكر نموذجي كوبر رايح عايز يحافظ على الفرقة من اي ضييج لجمهور المنديال والبنات وروسيا وكل الصورة الزهنية اللي بتصار فشاف انه الشيشان معزولة الملعب في الفندق الاهم منها كوبر نفسه لمس هذا الترحيب الشديد من الرئيس رمضان قدروف بالمنتخب المصري لانه شاف ده رد اعتبار لبلده انه بعد ما رفض كل هذه التحفزات انها تبقى مش موجودة فجأة يجي منتخب مصر ويوافق انه يقيم في الشيشان فاد تعليمة لرئيس البرلمان انت مسئوليتك الاقامة الدائمة مع منتخب مصر مفيش حاجة يطلبها المصريين الا وتلبق كوبر شاف كل هذه المزايا وشاف ان رئيس الدولة بيرخب وشاف ان الملعب جنب الفندق وشاف ان الامن عارف لو احنا كل المباريات بتاعتنا في هذا المكان كل اللي انت بتسمع عليه ده ولا حد كان يقدر يهوب احنا كنا بندخل فندق البعثة في جروزني بعد ما يفضل يفتش ويشوف الاي دي ويتصل بالناس جوه احمد مجاهد كان ينسى الاي دي بتاعه جوه ما يعرفش يدخل تاني من شدة التدقيق والامن المفروض على المكان كوبر هو اللي اختار المكان كوبر هو اللي شاف ان التقص ده انسب كوبر اللي شاف ان الترحيب ده كويس قوي ايهاب اللي هي طوافق وهنا بريد راح ده ليه جروزني هي جروزني فرقت ايه الناس فهمة انه عشان بيلعب او مقيم في جروزني بيسافر كتير جروزني لأي مدينة من المدن التلاتة مرة قطعتها في ساعتين مرة في ساعة ونصف مرة في ساعتين اللي ربع انت لو سافرت بالطيارة من اي مدينة من المدن التلاتة هتقطعها في ساعة ساعة وربع يعني فرقت تقريبا حوالي لا يا فرقت انك ترجع ابراهيم مريزني ترجع ليه ليه ما اعملش ان هو يعني مش هذهب بالعودة يعني دايرة كده ويوفر الرجوع مش متاح لك ده مش متاح مش متاح هو بص هو الراجل عمل ايه نشر المنديال في كل المدن الروسية يعني بوتي اه انت مش هتلعب في القاهرة واسكندرية بس هتلعب مرة في اسكندرية ومرة في بنسويف وتتكمل تلعب المطشي البعضية في مطروح لكن المطشي التالت في اسوان وهكذا فتت المنديال على كل المدن الروسية عشان يشغل الشعب كله عملية تنمية اه فانت كل اللي انت فرق معاك نص ساعة جهاز المنتخب استبدلها بايه هو ادالك اه نظامين تسافر تبات في المدينة اللي هتلعب فيها بلص يومين ولا يوم قبل المباراة بيوم ولا بيومين فاحنا عشان مزيد من الراحة اخترنا يومين بقينا لو هنلعب يوم لاتنين بنسافر يوم السبت فمحدش يقولك اصروا اجهاد السفر اجهاد السفر انت سافرت بالطيارة ساعة ونص او ساعتين ريحك يومين قبل المباراة طيب 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 على خط طول وعرض واحد واحد يعني ما فيش فروق في التوقيت التوقيت كان ممكن يبقى فيه ساعة بين ايكاتل بين ايكاتل بين ايكاتل بين ايكاتل بين والساعة الحيوية كلها كان بيفرق مثلا دراجتين حرارة يعني ده ممكن يبقى 27 ده يبقى 29 او 25 يعني الفرقات مش كبيرة في التوقيت ده التوقيت ده اسمه اذا اختيار جروزني كان شوف لأسباب موضوعية الفنية في الاختيار الجزئة السياسية تحاد الكرة لم يتحرك بمعزل عن وزارة الخارجية ممثلة في السفير المصري يهاب نصر اللي كان دايما وابدا على اتصال بكل السلطات في الشيشان عمل حاجة رائعة جدا الحقيقة لحماية المصريين عشان كده ما تسمعش في مشكلة واحدة عمل حاجة اسمها النقاط المركزية القنصلية كل حتة ممكن يبقى فيها مصري هيلعب او هيقيم فيه تمثيل نقطة قنصلية شاب من القنصليين لحل المشاكل لحل المشكلة وبيعلن عن وجوده في الحتة الفلينية وارقام تلفوناتو كذا ويتحرك يعني كان مثلا فيه حد قنصل مصري اسمه احمد السعيد كان معانا في جروز دي حد نابه ونشط جدا وحماسة جديدة جدا مع الجانب الشيشاني فانت ما كنتش بتتحرك في الشيشان بمعزل عن التنسيق مع الدولة بس دي كانت ملاحظة يعني احنا برضو كنتم في اليابان سافرنا في اليابان ما كانش بسيبنا لحظة فده يقودنا الى طب هو اما فيه مشاكل سياسية فيه علاقة اوروبا بشيشان وتصورها على ان الرجل ده ديكتاتور والرجل ده 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 حقول انسان والرجل ده ايه اللي يخلينا يبقى فيه نوع من التجاوب يعني ونحط نفسنا في هذا الموقف ولا الصورة ما كانتش كده شوف الرجل ده فيه حربين في 91 كان فيه حرب الشيشانيين ضد الروس للانفصال عن روسيا وكان بيقودها احمد قدروف او رمضان ده الى ان تم اغتياله الحرب التانية رمضان قدروف بعد ما خد طربوه من الجماعة اللي كانت قتلته وصفاهم لعب بلعب مشترك مع فلاديمير بوتين بقى بالعكس رمضان قدروف قال يوصف في روسيا بانه فات بوتين المدلل لدرجة بيقولهم انا مستعد للموت من اجل روسيا ومن اجل بوتين فهو مش على خلاف مع بوتين ده الحليف المباشر لكن وصل الاتفاق بس لا هنا انا عايز اتوقف لماذا يوصف انه راعي للارهاب كويس الرجل ده في اللقاء ده الدكتور كرام كردي معاه في هذا اللقاء خلينا اقول لك اللقطة الاولانية دي عشان تشوف حجم الحفاوة الحفاوة واضحة يا سيد برايب مش هي دي هي لماذا يوصف هذا الرجل انه راعي للارهاب طيب اللقاء ده اتكلم فيه قال مصر اولا الشيشان دولة في الاسلام دولة وسطية تقدس الازهر الشريف تقديس الجمعة اللي فاتت احنا صلينا خطب الخطبة واحد اسمه ادهم حميدوف ده المستشار الاسلامي للرئيس الدولة الخطبة بالكامل عن مصر قيمتها ازهرها علمائها دورها في التاريخ الاسلامي ازاي ربنا ذكرها في القرآن وكيف ان الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها بانها خير اجناد الارض وقال الرئيس الشيشان بقى في كلمته مصر وهي تحارب الارهاب تخوت حربا مقدسة الله ده دي مفاجأة دي ها تخوت حربا وقال احنا يعني هو ضد الارهاب ضد الارهاب الديني وتطرف الديني بقوة على انه هو تسيبك ما هو اللي بيسوقوا مين الغرب بريطانيا تحديدا عندها موقف منه والاعلام الغربي البريطانيا تحديدا عنده موقف منه لكن هو اتكلم على انه مصر بتحارب ارهاب بتحارب التطرف الديني نحن معها بكل قوة نحن نساعد وندعم كل الوسطية الاسلامية وقيمة الاثر الشريف دي اهم مفاجأة خرجت بيها من كلامك قدوا قدوا محمد صلاح المواطنة الشرفية عارف العرب الوحيد اللي خاد هذه المواطنة الشرفية قبل كده الشيخ الدكتور احمد الطيب الشيخ الازهر لما راح زارهم من سنتين شالوا عربيته من على الارض شالوا العربية من على الارض الصور هناك يعني هو اسلام وسطي اسلام وسطي شديد عارف الرجل ده وهو في الحفلة دي الانشاد الديني حد بي انت بتقول كلام مهم جدا وخطير جدا وعلى مسؤوليتك جدا بس بيغير كثير من وجهة النظر لان كان ناس كتير متصورة هو احنا ليه وراتنا محمد صلاح في هذه القصة طالما ان الراجل ده مصور على انه دكتاتوره راعي الارهاب يعني فكرة يترى انه هو رجل وسطي ضد الارهاب ويشيد بموقف مصر فيه حرباء مع الارهاب طبعا انا بس اعايز اقول حاجة علشان الناس اللي تتكلم من غير معلومات هو فكرك الدبلوماسية المصرية النشطة واليقزة ممثلة في وزارة الخارجية والسفارة المصرية كان من السهل ومن الممكن تسيب منتخب مصر في زيارة للجبل العالي الاخضر ده وهاني ابو ريدة والدكتور كرم كرد واصام عفتاح واحمد مجاهد كل مجلس دارة الاتحاد في حفاوة ده محافظ مدينة اسمها شاتوي على الجبل كل الناس كان عندها استعداد للترحيب بمصر بحب شديد انت لما تلاقي العلم المصري متعلق على البلكونات لما تلاقي صور محمد صلاح والنن واللعبة على الحافلات العلم احنا كنا عايزين اجواء احسن من كده مال ايه فين كيف لم يتأثر اللاعبون او اللاعبين اللاعبون اه اللاعبون كيف لم يتأثروا بهذه الاجواء وتنقل اليهم شعور بالفخر والانتماء والغيرة على اسم بلدهم ايه بقى الفوضى جات فينين طيب الفوضى صنح اتحاد الكورة وانا قلت بعد ما دفعت دلوقتي عن قرار اتحاد الكورة في اختيار جروزني ودفعت عن برزني بس انا بلخص للنسبة ودفعت عن فكرة ان يعني القبول بالدعوة بتاعة رئيس الشيشال لانه احنا شايفين انه هو راجل ضد الارهاب وانه هو راجل راعي للإسلام الوسطي اللي احنا بنمثله فاذا براء اتحاد الكورة جزئتين دون فين بقى المشكلة شوف اشتركوا في القناة